بعد عوارد فيروس كورونا عم تلتبس عن ناس حول العالم بسبب تشابه هيدا المرض مع الانفلوانزا ووجود اوجه شبه عديد بين المرضين بس الحقيقة انه في بعض الاختلافات كمان بيناتهم منبلش باوجه الشبه بين الكورونا كوفيد داش ناينتين والانفلوانزا فاتنيناتهم بيعملوا عوارد الحمى والسعال وقلام الجسم والتعب واوقات الاستفراغ والاسهال المرض ممكن يكون خفيف او حاد بل حتى قاتل بس بحالات نادرة وممكن ان يودي لالتهاب رأوي المرضين ممكن ينتقلوا من شخص مصاب لاخر عبر الرزاز الملوس المتطير بالهواء والناتج عن السعال او العطس او عند التحدث بينما اوجه الاختلاف بين المرضين متعددة فكوفيد داش ناينتين بسببه فيروس جديد اسمه كورونا فيروس 2019 ومصطلحه العلم الجديد المتلازم التنفسي الحدي الوخيمي كورونا فيروس 2 اما الانفلوانزا فبتسببها انواع وسلالات مختلفة من الفيروسات كوفيد ناينتين ممكن ينتقل عبر القطرات الملوسة العلانة بالهواء حتى بعد مغادرة الشخص المصاب اما الانفلوانزا فممكن انه تنتشر عبر شخص مصاب لعدة ايام قبل بدء ظهور الاعراض كوفيد داش ناينتين يعني الكورونا ما له لقاح متوفر لحد هلا اما الانفلوانزا فبيتوفر لقاح فعال لمنع بعض انواع الفيروسات الاكتر خطورة او للحد من شدتها ويفضل اخذ اللقاح قبل فترة من بدء موسم النازلات لاعطاء الجسم فرصة لانتاج الاجسام المضادة لبتحمى من الفيروس بالنسبة للعلاج مش ممكن انه يتعالج الامراض الفيروسية بالمضادات الحيوية اللي بتشتغل بس على الالتهابات البكترية وانما بمعالجة الاعراض مثل الحد من الحمة وبخصوص الوقاية ممكن تفادي المرضان من خلال غسل اليدان بشكل متكرر التوقع عند السعال او العطس وانه نبقى بالبيت عند المرض والحد من الاتصال مع الاشخاص المصابين ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك صفحتنا على فيسبوك